بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راح أتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا وقد يكون سبب في عدم تطبيق هذه الطريقة التي ستحدث عنها سبب في معاناة الكثير من القراء والأم ألا وهو طريقة السليمة لإخراج الصوت الطريقة السليمة لإخراج الصوت هناك عدة عناصر دائما ما ننصح بها المؤدي والقارئ عبارة عن وضعيات معينة وطريقة معينة في إخراج الصوت تساعده على أن يخرج صوته ويؤدي بصورة أفضل وبطريقة أقل تكلفا وأريح له وللمستنى بداية نتحدث عن المسافة بين الرجلين حرص دائما على أن المسافة بين الرجلين لا تكون مفرجة جدا ولا متقاربة جدا أيضا تعلمنا في السابق أن مكونات الجهاز الصوتي هي رئتين والحنجرة وتجاويف الفم والأم أحرص على أن تكون وضعية الجسم تسهل هذه العملية بمعنى أنها تسهل عملية إخراج أو سريان النفس من الرئتين مرورا بالحنجرة وانتهاءا بتجاويف الفم والأم بمعنى لا تحرص على أو تجعل جسمك متقدم إلى الأمام ولا أنه راجع إلى الخلف بصورة مبالغ فيها أيضا بالنسبة للوضعية الرقبة لا تكون نازلة جدا ولا مرافعة ومرتفعة جدا هذا بالنسبة للوضعية الجسم بشكل عام نأتي لموضوع إخراج الصوت الصوت لا يخرج ابتداء من الحنجرة الصوتية مثل ما وضحنا في الحلقات السابقة وبالتالي يجب على المؤدية أو القارئ إرخاء الحنجرة لأكبر قدر ممكن يحرص على أن تكون الحنجرة مرتخية جدا جدا ويصب كل تركيزة في المنطقة التي ذكرتها لكم وهي منطقة الحجاب الحاجز بين المعدة والرئتي فالصوت فعليا يخرج من تلك المنطقة وليس من الحنجرة الحنجرة هي عبارة عن أداة لتحويل الصوت أكرر الحنجرة هي عبارة عن أداة لتحويل الصوت لكن الصوت يجب أن يخرج من تلك المنطقة كي يخرج بصورة سليمة وأيضا بصورة مريحة للقارئ أعطيكم مثال قد يقرأ قارئ بالطريقة هذه الحمد لله رب العالمين أنا الآن متعبت من هذه الطريقة وأتوقع أنكم أيضا تعبتم من هذه الطريقة من سماع هذه الطريقة لأنني أشعر بتكلف وضغط وتوتر في الحنجرة عالي جدا بينما أقرب هذه الطريقة بعد التنفس عميق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أرتحت وأرتاح من يسمع لي إذن أحرص على أن تكون وضعية الجسم كما ذكرت بالصورة السليمة والصحيحة التي لا تعيق سريان الصوت أحرص على عدم على أن تكون الحنجرة مرتخية إلى أبعد قدر أو أبعد درجة ممكنة ودائما ليكن تركيزك في إخراج الصوت من المنطقة العميقة التي ذكرتها بين المعيدة والرئتين التي تسمى منطقة الحجاب الحاجز أتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون الكلام قد وصل وأفات وأتمنى لكم دائما أداء وقراءة متميزة ورائعة ومؤثرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر